السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين معكم محمد قبانج ومرة ثانية في فيديو نهاردة احنا المفروض هنتعرف مع بعض على شوية أوامر في التيرمينال الفيديو اللي فات كنا عرفنا شوية في موجه الأوامر او التيرمينال وزي ما وقتكم او زي ما وقتكم ان باقي السلسلة بتاعة كورس هتعتمد بشكل كبير جدا على التيرمينال لانه يعتبر 90% من الشورن بتاع كورس بتاعنا هيكون معتمد على التيرمينال او الكوماندا لايم موجه الأوامر طبعا احنا في الفيديو اللي فات عرفنا بعض الشورت كاتس زي ان انت تقبر الخط او تصرر الخط وبعض الشورت كاتس الثانين زي كونترول شفت اف عشان خاطر تعمل فايند ويقولنا برضو عرفنا في الفيديو اللي فات بتاع كونترول ألت اف اتنين لو انت حابب تدخل الكوماندا لايم مرة واحدة ما يكونش فيه اي وجهة رسومية او جرافيك ولو حبيت ان انت ترجع تاني الواجهة الرسومية فبتختار ارت اف سبعة عشان ترجع عن الواجهة الرسومية مرة تانية طيب حاليا احنا عندنا شيء مهم جدا انت دلوقتي حاليا كمستردم او مبتدئ لسه فيه نظام لينكس فانت حاليا بتستخدم لينكس بس لكن على نظام الروت او على نظام الجزر ممكن اثناء التدريب او اثناء ما انت بتجرب اي شيء فممكن تكتب كود بطريقة خطأ يسبب ان هو يباوزنك النظام بتاعك وتضطر ان انت تعمل لنظام لينكس من البداية وتبتدي ان انت تطبق نفس الخطوات دي مرة تانية فيستحسن دايما ان انت عشان خاطر تستخدم لينكس او كمبتدئ يعني كان لسه فيه البداية فيستحسن ان انت تستخدم يوزر او مستخدم جديد يكون لي بعض او ليمت بيرميشن يعني ما يكونش ليه السلاحيات الكاملة بتاعة الروت او الجزر عشان ما يسببش اي مشكلة لو بتكتب اي كود بطريقة غلط فبالتالي احنا نعرف مع بعض دلوقتي مش شرط عشان خاطر انت مستخدم مبتدئ ممكن لو عندك اكتر من شخص بيستخدم الجهاز بتاعك وحابب ان هو يستخدم لينكس فتبتدي ان انت تعمل لهم يوزرز او اسماء مستخدمين هكذا نفس الكلام لو انت في شركة وحابب ان انت تستخدم لينكس بردو نازم تعمل يوزرز للناس اللي عندك في الشركة وبردو بتبقى مديهم بيرميشن محددة ما يتعملوش نهائي في الجزر او تديهم صلاحيات محددة عشان ما يبتدوش ان هما يعرضوا النظام لمشكلة فحنا هنعرف مع بعض الوقت ازاي ان انت تبتدي تعمل ادت يوزر لينكس انقاذ بي طبعا الينكس كده كده عشان انت بعارف ان الروت بيسمى او بيستدعب باسم سودو سودو هو الامر انقاذ بي الروت او ان انت توصل الروت بشكل كامل فبنختار سودو والاختصار بتاعها اس يو يبقى سودو وبعد كده اس يو واضغط انتر فهيبتدي ان هو يطلب مني هنا ان انا افتح او اكتب الباسورد بتاع اليوزر نيم الخاص بالروت اللي احنا عملناه اللي هو السيستم نفسه فهكتب ت دابل او ار واضغط انتر هو كده حاليا لو انا ختبت clear عشان امسح كل المكتوب فوق انتر هو حاليا كده على الجزر في فولدر الهوم وقبانجو اللي هو الروت نفسه حابب ان انا اضيف يوزر جديد او مستردم جديد للنظام ميقدر انه يشترى معي على نفس النسخة فبكتب الامر سودو اديد يوزر يبقى هكتب الامر سودو اديد يوزر واضغط على انتر تمام هنا بيقولك لو انت كتبت سودو اديد يوزر رد عليك هنا مباشرة في الترمنت بيقولك اديد يوزر only one or two names يعني مسموح لك باسم او اسمين فقط لغير يبقى هنقرر العملية مرة تانية يبقى لما احب اضيف يوزر نيم فبكتب سودو اديد يوزر وابتدى ان انا اكتب الاسم وعلى سبيل المثال مثلا محمد يبقى كده اضغط على انتر زي ما انت شايف كده هنعمل هنعمل حاليا زوم ان عشان خاطر نقبر التكست زي ما انت شايف هنا بيقولك اديدينج يوزر محمد خلاص هو كده اضاف اليوزر محمد و اديدينج انيو عمل باسم محمد و اديدينج انيو يوزر محمد with group محمد يعني اعمل لك اليوزر و عمل نكجروب باسم اليوزر وحط اليوزر بتاع محمد في الجروب وسمك جروب باسم محمد طيب هنا هو طالب منك new password انت محتاج حاليا ان انت تعمل password لـ user name اللي انت كاريته على سبيل المثال انا هخلي الـ password مثلا بنفس الاسم محمد وادغط enter وبعد كده اكتب retype new password اقرر كتابة الـ password مرة تانية محمد وادغط على enter طبعا هنا بيقولك password update successfully كده تم كاريتة الـ password بنجاح وبيقولك change changing is a user information for محمد حاول ان انت تبتلي تعمل تغيير الـ information بتاعت محمد او الـ user name بتاع محمد زي ما انت شايف ظاهر لك هنا الـ phone name تقدر ان انت تسمي الاسم مثلا محمد قطانو وبعد كده اضغط على enter لو هو في room فبتختار الـ room واني يكون على سبيل المثال room 2 النملك مقفوم نفتح النملك ونكتب to enter وانا عنده وارك فون رقم للشغل فتقدر تضيفه عنده رقم لـ embed تقدر تضيفه وفي بعض المعلومات الاخرى زي other تقدر ان انت تضيفه وبعد كده تضغط enter هنا بيقولك is this information correct يعني الـ information دي صحيحة هنا زي ما انت شايف ظاهر لك yes او y slash n يعني yes or no عكس الـ windows انت بتضرب بالماوس وهكذا هنا لو انت ضغطت على حرف y فانت كده بتقوم انك موافق yes ولو ضغطت على حرف n فانت كده بتقوم انك no غير موافق فاحنا هنخليها yes يعني موافق وبعد كده اضغط على enter خلاص اوكي وكده مفروض ان هو carry the user و carry the password and cross b وضفهم في group already فححاول ان انا اكتب الامر clear او احسف ليه الـ data ديت واضغط على enter هيبتنى النواح زي في كل من ان انا كتبه هنوح هنوح هنان دماغة نتوف او نعمل test and truth in the username الكاريت فعلا او لا في هنا اعلن افني هنا في look screen او من خلال ال shutdown هنا تقدر ان انت تعمل switch user ونجرب ال username و password هنكتب هنا في ال username اسم محمد وال password ده انا كنت عملته باسم محمد وهضرت على enter هيبتنى النواح يعمل loading اللحظات وهيدخلنا مباشرة ل ال username ان احنا كاريتنا في الخطوات انجفت عفوا خلاص اوكي هو كده مفروض ان هو دخل معنا مباشرة ل ال username ان خاص باسم محمد وهتلاقي في بعض الايكونز موجودة ودي خنفية تانية او background تانية مختلفة تماما على background ان احنا كنا ضايفينها في ال root لو اخدتبانك ان ال username هنا مدغير حتى ال data كمان بتاعته مدغير ان هو دخلنا على home تمام اه هتلاقي ال username هنا باسم محمد مش باسم وزي ما في ال user اللفات و ال user اللفات ده مفروض يعتبر هو ال root او الجزر ان هو حبينا على سبيل المثال ان احنا نخش على terminal مثلا و بصينا هنا كده فوق هتناقي مكتوب محمد at kapango يعني محمد ده username مستخدم من دمن user name او ال root نفسه kapango طيب اوكي زي ما انت شايف احنا حانين دلوقتي حابين ان احنا ننفس بعض الاوامر على سبيل المثال دلوقتي عندك username او عندك مستردم اه يقدر انه يتحكم في كل شي يعني انه رحنا هنا عملنا click يمين كده مسلا في ال desktop و ضغطنا على create folder فتبتد ان انت تسمي folder بتاعك مسلا مازن وتدغط على create هتناقي خلاص ان folder already كده كده اتعمل وتمام التمام ما فيش اي مشكلة تقدر ان انت تضيف جواه folder تاني تسميه مازن برضو وكل حاجة ماشية بصورة طبيعية طيب ايه هي المشكلة الوحيدة الفرق ما بين username وال root يقدر ان هو يتحكم في النزام بشكل كامل يقدر انه يعمل update يقدر ان هو يعمل upgrade يقدر ان هو يحمل بعض المشاكل لنزام linux لكن يجي روح على سبيل المثال كده لو ضغطنا على terminal فتحنا مواجهة الوامر terminal control بنص عشان اقبر ونكتب مسلا الامر sudo تمام a b t minus get وبعد كده اكتب update اضغط على enter زي ما انت شايف كده لو اخذت بعانك هنا بيقولك we trust you have received the usual lecture from the local system administrator نازم تاخد بعانك كويس جدا قبل الخطوات ديت وهو بيقولك هنا respect the privacy of others حاول ان انت تحترم خصية او مساحة المستخدمين الاخرين اللي معاك على السيستم وبرضو بيقولك sync before you type حاول ان انت تتفكر قبل ما تكتب لو انت جيت راكست هنا هتناي مطلوب مطلوب منك انك تكتب باسورد بتاع اليوزرنيم بتاعك واحنا كنا مسمينه مثلا محمد فنضرط enter تمام هو هنا بيقولك محمد is not the suitor's files وهو كده كده already معهوش information الكاملة ان هو يبتدي يعمل update يعني هو هو مجرد مستخدم لكن معهوش الصلاحيات ان هو يتحكم في النظام كروت او كجزر انت مش administrator اصلا عشان خاطر يكون مسبوحك تعمل update او upgrade وكنافه تعالى نجرب مسلا على سبيل المثال نكتب sudo su ونكتب password username بتاعنا تمام هتنايب يرد عليك بنفس الرد نفس الفكرة انت مش متحكم اصلا في suitor's files طيب لو دغطت على clear مسلا على سبيل المثال طيب مش قادر ان انا اتحكم ممكن اضغط على apt-get update بدن sudo اضغط enter لو تراحز هنا هتنايب يقولك permission denied يعني انت كده كده ما عندك شي صلاحية او permission ان انت تقدر تعمل update حتى لو كتبت sudo apt-get update نفس الكلام حتى لو كتبت sudo apt-get upgrade وكتبت password نفس الكلام طيب اوكي هنا اصبح ان انت مسموحك بالusername تبتد ان انت تطبق اي امر او اي خطوات على سبيل المثال احنا محتاجين دلوقتي نعرف الانترنت شغل عندنا او لا انا او كتبنا الامر انخاص بعرض الانترنت او information بتاعت الانترنت او اضغطنا على انتر مش هشتغل معنا كماندي داو فلازم نختار sudo fconfig عشان خاطر ان انا اشتغل واكتب الباسورد التاعي قال لي برضو ان محمد is not the sudo's files رحبت ان انا اضغط على sudo apt-get update وكتبت user name هو هو نفس المشكلة فحليا احنا محتاجين ان احنا ندي برميشن الكاملة لاليوزرنام بتاع محمد عشان خاطر يتحكم في المزام كروت او كادمنستراتور يقدر انه يعمل update upgrade او يعرض الانترنت او يتحكم او يتمتع بمزايا بتاعت الروت بشكل كامل طيب اوكي احنا نروح علي نعمل switch mode او switch user ونروح لاليوزرنام بتاع الروت ونبتدي ان احنا ندي برميشن لاليوزرنام بتاع محمد عشان يتحكم زيه زي الروت طيب الامر المعروف في التيرمنان عشان خاطر تدي صلاحيات لاليوزرنام معين فبتدي ان انت تكتب sudo user mood او يتحكم او كماندس او تتحكم فيها لو انت حابب تستخدم امر منهم على الوزرنام ولكن حاليا هنحتاج ان احنا نكتب الامر الكامل وهو u sudo user mood space minus a space minus g sudo محمد على سبيل المساعد طيب اوكي احنا كده ادنا الامر مفروض ان ايستخدم بطول بصورة سهلة او بسيطة فحبين ان احنا نتأكد مرة تانية ادي sudo user name انا اعفا sudo user mood minus a minus g sudo محمد مرة تانية ونضغط على كرير خلاص احنا كده متأكدين ان الوزرنام ده اخد البرميشن الكاملة طيب اوكي احنا حاليا المفروض دلوقتي عايزين نعمل تست ونشوف الوزرنام الخاص بمحمد بعد ما خلصنا البرميشنز هانا هو اخد البرميشنز بالفعل وهانا هتقبله مشكلة هنروح نعمل switch user او switch mode وندخل على الوزرنام بتاع محمد ونشوف هان فعلا اضرنا ان احنا ندينه البرميشن الكاملة او لا نروحنا هنا وكتبنا الوزرنام وبعد كده الباسورد ودخلنا مباشرة على الترمينال نعمل control plus عشان نقبر التكست ونروح نكتب sudo apt update بعد كده نكتب الباسورد بتاع الوزرنام نضغط enter زي ما انت شايف اخد الامر بدأ ان هو يعمل update الاول خامس كان بيدينا ان permission denied او ما ينفعش ان هو يعمل update او يعمل upgrade يعني مثلا لو رحنا دلوقتي كتبنا sudo apt upgrade حالي بدأ فعلا ان هو ياخد الامر زي وزي الroot تماما ويقدر ان هو يتحكم في النظام ويعمل update او upgrade او حتى يعمل استدعاء لبعض التونز او يعمل download لبعض التونز طبعا دي كانت بالنسبة لان ان انت تضيف username او تدينه كمان برضو البرميشن عشان خاطر يتحكم في النظام زي وزي الroot تقدر ان انت ما تديش البرميشن لو هتبقى مجرد استخدام عادي جدا يعني استخدامك هيكون كتست او كتجربة فانت استخدم الوزر ولكن لو هتستخدم الroot بشكل كامل وانت عارف انت بتعمل ايه او الاقواد اللي انت بتكتبها واسق منها عشان خاطر ما تعرضش النظام بتاعك لانخطر فيستحسن ان انت قد تجربة تستخدم الوزر لحد هنا نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة وان شاء الله في الدروس اللي جاية هنتعمق برضو اكتر في التيرمنال وهتعرفك برضو بعد الشورت كاتس او الاوامر اللي هنبتدي نطبع شكل عملي على التيرمنال وان شاء الله هانت خلاص هنبتدي نحن نخش فيه الجد اكتر استناني في فيديو تاني باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة